بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حياكم الله أهلا وسهلا في برنامج اللغة العربية لنطقنا بغيرها ونحن نكمل هذه المسيرة في كتاب العربية بين يديك الكتاب الثاني الوحدة الثانية الترويح عن النفس الترويح عن النفس ماذا نقصد بهذه العبارات بإذن الله سنتعلم سويا ماذا تعني كلمة ترويح وماذا تعني أيضا كلمة النفس الترويح عن النفس بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كتاب الطالب الثاني الوحدة الثانية الدرس الرابع عشر استمع إلى الحوار الحوار الإنسان يحتاج إلى الترويح الحمد لله على سلامتك يا إبراهيم شكرا لك أنا بخير والحمد لله ماذا حدث؟ لماذا أنت هنا؟ أغمي علي وأنا في الشركة وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى وما رأي الطبيب؟ فحصن الطبيب وقال لي أنت بخير ما المشكلة؟ الأمر عجيب جدا طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي تغير أسلوب حياتك ماذا يقصد؟ قال لي حياتك كلها عمل لا ترويح فيها يا له من أمر عجيب صدق الطبيب فحياتي كلها عمل لا ترويح فيها وبما نصحك؟ أن أقضي العطلة في بلد جميل يا لها من نصيحة طيبة طيب استمعنا قبل قليل إلى هذا الحوار بين هشام وإبراهيم والذي يتكلم الإنسان يحتاج إلى الترويح إذن معنى كلمة الترويح أيها الكرام ريلاكسينك يحتاج إلى الترويح أو ريلاكس لذي يحتاج إلى ترويح من استراحة طبعا من خلال ما قرأنا أن إبراهيم حصل له مشكلة أثناء العمل وكانت هذه المشكلة بسبب أن إبراهيم أو دعم إبراهيم لا يأخذ إجازة أو ما يسمى بيوم راحة وإنما دائما يعمل فهذا السبب الذي جعله يعني يصاب بالغماء فلذلك الترويح مأخوذ من كلمة راحة أو استراحة دريست أو ريلاكس طيب لدينا تدريب التدريب الأول استيعاب وهو عبارة عن وضع علامة صح أو خطأ ثم صحي الخطأ عبارة عن كلمة جمل لها علاقة بما قرأناه قبل قليل في المحادثة بين هشام وإبراهيم على سبيل المثال رقم واحد أغمي على إبراهيم وهو في العمل هل هذا صحيح أم خطأ الجواب سيكون أمامكم نعم صحيح الجملة الثانية طلب منه الطبيب أو الطبيب أن يغير أسلوب عمله هل هذا صحيح؟ نعم طلب منه أن يغير أسلوب حياته الجواب خاطئ وإنما ليس أسلوب عمله أسلوب حياته بشكل كامل حيات هشام كلها عمل ما رأيكم هل كان هشام أو إبراهيم الجواب خاطئ إذن هو حياة إبراهيم نصح الطبيب هشاما نصيحة طبية هل هذا صحيح؟ إذن هو خاطئ الذي نصح هو إبراهيم وليس هشام قابل هشام إبراهيم في المستشفى هل هذا صحيح؟ نعم حينما زاره ليطمئن عليه التدريب الثاني رتب الجملة التالية كما ورد في الحوار نحتاج أن نرتب ما هي الأولى ما هي الثانية ما هي الثالثة والترتيب بمعنى دي أرانج فلاحظوا هذه الجملة الأولى حسب تسلسل في الحوار هذه الجملة الثانية هذه هي الجملة الثالثة الرابعة وأخيراً الخامس طيب نكمل مفردات املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق هذه مجموعة من الكلمات في الصندوق وجد قضى فحص غير نصح سنضعها في الفراغ حسب يعني سياق الكلام لو أردنا رقم واحد الطبيب المريض ما رأيكم سأدع لكم الجواب ما رأيكم هل أقول وجد أو قضى أو فحص أو غير أو نصح ما رأيكم بإمكانكم أن تجاوبوا باستخدام المايك ما رأيكم فحص أو وجد أو قضى أو غير أو نصح فحص أحسنتم بارك الله فيك فحص فحص الطبيب المريض نحن نتكلم الآن عن طبيب وعن مريض طيب الأب ولده الأب ولده هل وجد قضى غير أو نصح ما رأيكم نصح نصح أحسنتم نصح الأب ولده القلم في الحقيبة ما رأيكم وجده 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 أحسنتم العطلة في القرية ما رأيكم قضى 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 أحسنتم رائع الرجل أسلوب حياته ما رأيكم غير غير ولاحظوا أيها الكرام فحص نصح وجد قضى غير كلها في صيغة الفعل الماضي في صيغة الفعل الماضي طيب التدريب الثاني صل بين الكلمة والتعريف المناسب ما رأيكم حينما أقول المستشفى ماذا نعني بالمستشفى هل هو مكان يعمل فيه الناس أو مكان يغيب فيه الناس أحسنتم مكان يعالج فيه الناس طيب العطلة ماذا نقصد بالعطلة ما رأيكم وقت مكان يقيم فيه إنسان إنسان أنتم بارك الله فيكم مكان يقيم فيه الإنسان ما شاء الله تبارك وآخر وآخر شيء كانت كلمة جميل وهي كلمة معناها عكس قبيح معناها عكس قبيح طيب أيضا الأصوات هنا لاحظوا الهمزة الممدودة الهمزة الممدودة همزة بعدها ألف فيمد بها الصوت بخلاف الهمزة المفردة لاحظوا هذه نسميها الهمزة الممدودة وهذه نسميها الهمزة المفردة هنا على سبيل المثال أمال وهنا أقول آمال لاحظوا فيها صيغة المد وليس المد الطويل إنما خون نسميه المد الطبيعي كما يسمونه أهل التجويد في القرآن آمال وهنا أبت وهنا أقول آبت وهنا على سبيل المثال أذن وهنا آذان وهنا على سبيل المثال أكل وهنا آكل إذن هذا هو الفرق ما بين الهمزة المفردة التي تأتي في بداية الكلمة والهمزة الممدودة أيضا التي تأتي في بداية الكلمة طيب التدريب هنا ضع علامة صح بجانب الكلمة التي تسمعها ثم نضع الكلمتين يعني إن شاء الله من خلال التدريبات سنتعلم كيف طريقة الفرق بين الهمزة المفردة والهمزة الممدودة في بداية الكلمة طيب هنا التدريب الثاني استمع ثم أعد هذه طبعا بعض آيات من القرآن الحكيم على سبيل المثال الآية الأولى فبأي آلاء ربكما تكذب آلاء لاحظوا هذه والثانية ويريكم آياته آياته وهذه بعض الصور أيضا في التدريب الثالث يعني الهمزة الممدودة في آل عمران آل إبراهيم آتاه الله آل الوض وبعض هذه الكلمات طيب أدوات الاستفهام هل لدينا أدوات استفهام في اللغة العربية نعم ومن أدوات الاستفهام هذه الأدوات من ما ماذا لماذا كيف متى أين كم أي هل وأ الهمزة المفردة نسلم هذه هي أدوات الاستفهام في اللغة العربية وحقيقة أيها الكرام كل أداء لها طريقة استخدام فمن استخدمها إذا كنت أريد أن أسأل عن أشياء من ذهب إلى المسجد أو من هذا وأيضا ما وماذا استخدمها إذا أردت أن أسأل عن الأشخاص والأشياء لماذا إذا أردت أن أسأل عن السبب وكيف عن الطريقة ومتى عن الزمام وأين عن المكان وكم إما عن الكمية أو السعر وأي بمعنى الاختيار أو التخيل وهل وآ بمعنى يعني عبارة عن أسئلة تأكيدية في بداية هل ذهب محمد معك أو أتذهب إلى المسجد عبارة عن أسئلة في بداية الجملة للتأكيد على الجواب فالجواب يكون في هل وآ يكون بنعم أو لا طيب نلاحظ الآن في التديب الأول املأ الفراغ بالأداة المناسبة من الصندوق نتساعد سويا أيها الكرام رقم واحد غبت ما الجواب المناسب هنا هل أقول ما غبت ماذا غبت أو متى غبت ما رأيكم ما رأيكم أيها الكرام متى متى غبت أو لماذا غبت أوكي كلا الاثنين حقيقة صحيح متى غبت أسأل عن الوقت أو لماذا غبت أو أقول كيف غبت أوكي هذه كلها يعني تؤدي إلى الشيء الصحيح طيب الذي بيدك ما رأيكم ما الذي بيدك أحسنتم ما الذي بيدك أحسنتم سافر معك من من سافر معك ممتاز الحال كيف الحال كيف الحال تريد ماذا تريد ممتاز بيت بيت تريد أي أي بيت تريد أي بيت تريد تسافر إلى مكة متى متى تسافر إلى مكة هذا كتابك هل هذا كتابك ممتاز أو هذا كتابك كلا الجوابين صحيح ريالا معك كم ريالا معك تصلي الجمعة متى تصلي الجمعة صحيح صحيح جاء هارون متى جاء هارون متى متى جاء هارون وأيضا هل جاء هارون كتأكيد هل جاء هارون نعم أتى أو نعم جاء بهذه الطريقة لماذا جاء هارون هذا صحيح صحيح لماذا جاء هارون صحيح نعم كيف جاء هارون يعني تعتمد السؤال طريقة السؤال تعتمد على المناسبة الآن أريد أن أسأل عن طريقة وصول هارون إلى منزلي على سبيل المثال فأقول كيف جاء هارون بأي وسيلة عن طريق السيارة الطائرة تاكسي هذا الطريق طيب التدريب الثاني ضع سؤالا لكل جواب من الأجوبة التالية كما في المثال المثال نعم أسمعك إذن السؤال سيكون هل تسمعني طيب ما رأيكم في الثاني أنا بخير والحمد لله ما رأيكم في السؤال كيف الحال محمد في البيت كيف يكون السؤال أين المحمد سأصل اليوم إن شاء الله أحسن متى ستصل طيب نعم سمعت قصة الصحابي هل سمعت قصة الصحابي هل سمعت قصة الصحابي في القرآن ثلاثون جزءا كم جزءا في القرآن كم جزءا في القرآن هذا أستاذ اللغة العربية من هذا أستاذ من هذا أو هل هذا أو من أوكي نشوف من هذا من هذا من هذا هذا أستاذ اللغة العربي أحسنتم من سوريا فحضرت لزيارتك جزاك الله خيرا كيف قضيت العطلة في سوريا سوريا بلد جميل جدا كان الجو طيبا زرنا مدنا كثيرة وقضينا أياما في الريف أراك سعيدا جدا نعم أنا سعيد جدا فقد قابلت إخوة لي في الإسلام وعرفت مشكلاتهم وروحت عن نفسي أيضا ولذا عدت من السفر وأنا سعيد وهل ستسافر في السنة القادمة أيضا نعم سأسافر إلى ماليزيا إن شاء الله فهي بلد جميل وأهله طيبون سأسافر معك إلى ماليزيا إن شاء الله أهلا وسهلا أولا هذا حوار بين أخ وأخيه ثانيا سافر سلمان إلى ماليزيا ثالثا حضر الأخ لزيارة سلمان رابعا سيسافر سلمان إلى سوريا العام القادم خامسا يريد الأخ السفر مع أخيه في العام القادم طيب استمعنا أيها الكرام إلى الحوار بين إثنين ما رأيكم الآن رقم واحد هذا حوار بين أخ وأخيه هل هذا صحيح أو خطأ وإذا كان خطأ ما الصحيح ما رأيكم هذا صحيح صحيح إذن الجواب خاطئ أخي الكريم والصحيح من واحد نعم طيب سافر سلمان إلى ماليزيا ما رأيكم خطأ خطأ إلى أين سافر سوريا إلى سوريا أحسنتم للزيارة والقضاء العبلة حضر الأخ لزيارة سليمان هل هذا صحيح أحسنتم في بلده كان في بلده سيسافر سلمان إلى سوريا العام القادم ما رأيكم خطأ إلى ماليزيا إلى ماليزيا أحسنتم يريد الأخ السفر مع أخيه في العام القادم نعم نعم أحسنتم 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 طيب نكمل التدريب الثاني هنا يريد منا أن نتبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك وهذا نشاط تعملونه أنتم في البيت بإذن الله مع أهلكم وأحبابكم كم ساعة تدرس كم ساعة تعمل في اليوم على سبيل المثال كم يوما تدرس في الأسبوع كم يوما تعمل في الأسبوع متى عطلة الأسبوع ماذا تفعل في عطلة الأسبوع كيف تروح عن نفسك هذه أسئلة تعملونها أنتم وأحبابكم الوحدة الثانية الدرس الثامن عشر استمع إلى النص أنواع الترويح يمارس ويطلب الناس بعض الأنشطة للترويح ويطلب الوحدة المثال للترويح ويطلب المثال يفضل كثير من الناس القراءة ففيها فائدة ومتعة فالإنسان يروح عن نفسه بقراءة القصص والشعر والكتب المفيدة ومن الترويح المفيد ممارسة الرياضة لأن الإسلام يدعو إلى القوة قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وكان المسلمون يمارسون الرياضة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل طيب استمعنا قبل قليل إلى هذا النص الذي يتكلم عن أنواع الترويح طيب نأخذ ما فهمناه استوعبناه من هذا النص ما رأيكم في التدريب الأول ضع علامة صحيح أو علامة خطأ بين الأقواس ثم صاحح الخطأ ما رأيكم في الجملة الأولى الترويح عن النفس نوع من أنواع الرياضة هل هذا كلام صحيح ذكر في النص قبل قليل أو لا ما رأيكم الترويح عن النفس نوع من أنواع الرياضة صحيح أو خطأ لنرى الجواب سويا الجواب خاطئ هو نشاط وليس نوع كل الطلاب يحتاجون إلى الترويح ما رأيكم ليس الكل الطالب الذي يدرس كثيرا حقيقة يحتاج إلى الترويح الترويح هو قتل الوقت هل هذا هو الصحيح؟ هل هذا هو المعنى الصحيح؟ لا المعنى هو قضاء الوقت في أنشطة مفيدة ألعاب الحاسوب فيها ترويح عن النفس ما رأيكم؟ نعم وليكن ليست الكل في القراءة فائدة للعقل والجسم فائدة حقيقة للعقل أما الرياضة ففيها للعقل والجسم طيب التدريب الثاني أجب باختصار عن ما يلي لماذا يمارس الناس بعض الأنشطة؟ متى يطلب الناس الترويح؟ ما الهدف من الترويح؟ ما صور الترويح المفيدة؟ من الشخص الذي يحتاج إلى الترويح؟ وهذا حسب ما فهمناه من خلال قراءتنا للنص السابق طيب سنكمل أيها الكرام التدريب صل بين الكلمتين التي تأتيان معا ثم استعملهما في جملة من إنشاء يعني لدينا كلمتان تأتيان مع بعض دائما وهذه الكلمتين إذا أتت مع بعض نريد أن نكون منها جملة ما رأيكم في كلمة صيد؟ صيد دائما تأتي مع ماذا؟ على سبيل المثال كلمة صيد تأتي مع السمك فأقول صيد السمك قراءة تأتي مع كتب ركوب مع كلمة خير قتل الوقت ممارسة الرياضة ولو أردنا أن نجعلها في جمل لعملناها مثل ما ذكرنا لكم سابقا طيب التدريب الثاني أضف كلمتين مناسبتين إلى كل مجموعة الدراسة على سبيل المثال العلوم الطب نضيف عليها الهندسة والكيميا إذا أردنا يعني من الكلمات حسب ما تملك أنت من المفردات هنا نتكلم أيها الكرام عن جزء من قواعد اللغة العربية وهو الفاعل ماذا نقصد بالفاعل؟ ما تعريف الفاعل؟ هو الإسم المرفوع الذي فعل الفعل تعريف الفاعل في اللغة العربية هو الإسم المرفوع دائما يأتي مرفوع الذي فعل الفعل الذي فعل الفعل ولاحظوا هذه الجمل يمارس الناس الرياضة يطلب الطلاب الترويح قال الرسول صلى الله يشرب المريض رضي الله يفضل كثير يفحص الطبيب يطوف الحاج هذه جميعها التي باللون الأحمر هي فاعل مرفوع وهي من فعلت الفعل إذا أردنا أن نقول ذلك طيب هنا أيها الكرام نريد مشاركتكم اختر الفاعل المناسب مما بين القوسين على سبيل المثال أكل علي الخبزة طيب رقم واحد يفضل فراغ القراءة ما رأيكم الجواب محمد محمد أحسنتم طيب شربت فراغ أو شربت سري شربت فراغ الماء البنت أحسنتم ينصح فراغ المريض طبيب الطبيب أحسنتم يكتب فراغ درسه الطالب الطالب ممتاز يقرأ فراغ صحيفة مدارس المدرس مدرس أحسنتم يقضي فراغ العطلة في القرية الأولاد الأولاد أحسنتم يلبس فراغ ملابس الإحرام الحاج الحاج أحسنتم يلبس فراغ ثوبه الطفل الطفل أحسنتم بارك الله فيكم هذا هو الجواب الصحيح لهذه أو لهذا التدريب طيب نكمل التدريب الثاني عين الفاعل where is فاعل عين الفاعل في كل جمه كما في المثال المثال صدق الطبيب فحياتي كلها عمل إذن الفاعل هنا الطبيب طيب رقم واحد ينام بدر في غرفة النوم أين الفاعل بدر حسنتم بدر يروح الإنسان عن نفسه بالقراءة الإنسان أحسنتم يدعو الإسلام إلى القوة إسلام أحسنتم يحتاج الطبيب إلى الترويح الطبيب تاز ذهب الرجل إلى بيته الرجل أحسنتم ما شاء الله تبارك الله هذه هي حل التدريب الثاني التدريب الثالث إملأ الفراغ بالفعل المناسب من القائمة ما هي القائمة؟ الحاج العامل الطبيب المسلم الطالب المريض ولدينا مثال يصلي المسلم في المسجد ما رأيكم في رقم واحد؟ فحص فريق آسوري فحص فراغ المريض ماذا أقول؟ الطبيب أحسنتم فحص الطبيب يدرس فراغ العلوم الطالب ممتاز يعمل فراغ كثيرا ما رأيكم يعمل فراغ كثيرا العامل العامل ممتاز يتناول فراغ الدواء المريض المريض سعى فراغ بين الصفا والمروه الحاج الحاج أحسنتم ما شاء الله تبارك وهنا ضع علامة صحيح بجانب الجملة التي فيها فاعل وعلامة خطأ بجانب الجملة التي ليس فيها فاعل وحقيقة رقم واحد نحن يعني عملناه للترويح صور كثيرة لا يوجد فيها فاعل طيب ما رأيكم في الجملة الثانية يروح محمد عن نفسه هل يوجد فاعل إذا كان يوجد فأقول صحيح إذا لا يوجد فأقول خطأ هل يوجد فاعل يروح محمد عن نفسه يوجد فيها فاعل محمد طيب رقم ثلاثة يفضل الناس أو الناس صور الترويح ما رأيكم هل يوجد فيها فاعل أو لا يوجد فيها فاعل الناس الترويح مفيد للجسم هل يوجد صح لا يوجد فيها فاعل فكلمة مفيد هنا ليست صيغة فاعل طيب المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ما رأيكم هل يوجد فاعل أحسنتم يلعب الطلاب كرة القدم صح صحيح نعم فكلمة الطلاب هي الفاعل ألعاب الحاسوب فيها ترويح خطأ أحسنتم يسافر أخي بالطائرة صح صحيح فكلمة أخ هي صيغة الفاعل ولكن لم يوجد هنا ضمة بسبب علة ما طيب طيب سأنادي سأناديهم الآن يا أحمد يا فاطمة يا طارق يا ندا يا بدر كيف نقضي العطلة يا أولاد نريد آراءكم أرى السفر إلى مصيف جميل أحسنت وما رأيك يا فاطمة أرى عمل حديقة للبيت يا لها من فكرة طيبة فليس في بيتنا حديقة أفضل مشاهدة برامج التلفاز لا مانع من مشاهدة البرامج المفيدة فقط ساعة أو ساعتين وماذا تقول ندا وماذا يقول بدر سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة سألعب وسأقرأ وسأصبح في البحر عطلة سعيدة يا أولاد طيب استمعنا إلى هذا الحوار بين الأب والأم والأولاد فيما يتعلق بكيف نقضي العطلة طيب الاستيعاب وهذا آخر شيء سيقوم معنا اليوم بإذن الله إذا أردنا أن نضع علامة صح أو خطأ العطلة بعد أسبوع الجواب خاطئ هي قريبة على الأبواب ولم يذكر شيء بالتحديد بدر سيسبح في النهر خطأ سيسبح في البحر ندا ستشاهد التلفاز خطأ ستقرأ كتبا كثيرة لدى الأسرة حديقة جميلة خطأ ليس لدينا حديقة الأب ينادي الأولاد خطأ إنما هي الأم من نادت الأولاد التدريب الثاني أجب باختصار عن ما يلي هذه مجموعة من الأسئلة نجاوب عنها حسب ما فهمناه من النص الذي قرئ علينا قبل القلب طيب كما أخبرناكم سنتوقف في هذا الجزء سنتوقف في هذا الجزء بارك الله لنا ولكم فيما وهبنا من العلم وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم إن شاء الله ويزيدنا وإياكم من العلم والتقى يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته